ولذلك أنا أوصيكم أيها المؤمنون أيها الرافضة والأبرار إياكم أن تستحوا في مثل هذا المورد ما أسمع واحد قاعد بقهوة رافضي وإذا مجموعة بكرين موجودين فيصير نقاش حول أبي بكر وعمر تقول لا استحيت أقول أبو بكر وعمر ملعونين أو في النار مو تجبن مو تصير ضعيف قلها بملء الفم وباحترام ما أقول لك قم ضربة ولا تهنه هو وإنما قل له أنت تعرف عقيدتنا ونعم هذه العقيدة الصحيحة أبو بكر وعمر وعثمان منافقين من أهل النار هؤلاء وأنا أقول لك ليش أجيب لك أدل قلها لا تستحي من استحيا من قول الحق فهو أحمق وفي هذه الحالة يصبح حياءك حياء الضعف آفة الحياء الضعف أن تضعف من باب الحياء فما تقول الحق وهنا يبغضك الله في الحديث الشريف في الكافي الشريف عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل ليبغض المؤمن الضعيف عجيب هو مؤمن لماذا يبغضه الله يقول المؤمن الضعيف هو مؤمن صحيح قد تجده مؤمنا مصليا ذاكرا لله عز وجل محسنا متصدقا متهجدا لكنه ضعيف الشخصية لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر وهذا هو الاختبار الذي سقط فيه الناس وسقط فيه المؤمنون لأنها أصعب وظيفة أصعب وظيفة تريد تصلي ما تتعرض إلى مشاكل ادخل ببيتك سد على نفسك الباب صلي لك صلاة الليل ياه ليمك أحد يأذيك الدولة تجي تلقي قبض عليك لا أحد يقول لك أنت أسأت إلي لا العبادات عادة ليس فيها خطور روح إلى الحج حج لا أحد يتعرض لك بشيء لكن وظيفة واحدة من الوظائف الدينية هي التي فيها مخاطرة هي هاي الوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليش أنا فيها تحدي تأمر أحدا بالمعروف أو تأمر المجتمع بالمعروف فينقلب عليك المجتمع تنهاه عن المنكر وهذا أصعب مجتمع مقيم على منكر تنهاه عن هذا المنكر يا الله ما الذي تتعرض إليه ترجمة نانسي قنقر